500 متحنة بالجزائر هو رقم باستطاعته تلبية احتياجات البلاد وحتى إفريقيا 80% منها إلى القطاع الخاص مستغلة بنسبة تتراوح ما بين 36% و40% فقط حسب وزير الصناعة كل اليوم أنا قلت لك بليل عدد الهائل من المطاحن يقدر يكفي إفريقيا بكاملها بكاملها ونزيد نعطي لك مشي حداش تتكلمت على ستة كي 57 مطحنة مزال تاني معلقة 57 ولكن إن شاء الله ما نتمناه إن شاء الله زيادة في الإنتاج القمح حيرة يتبعها تساؤل كيف لا تزال الجزائر وهي أكبر بلد في إفريقيا والعاشرة في العالم من حيث المساحة تستورد هذه المدة لكن يبقى سعي قطاع الصناعة بالتعاون مع وزارة الفلاحة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستراد في توسعة فيها إرادة من طرف الفلاحين من أجل إن شاء الله تكون المحاصيل وتكون المردودية على هكتار أكبر وأكبر وما نصل كما قال رئيس الجمهورية نصل إلى 50 قنطار في الهكتار ما زيش نستورد قعمل الخارج هذا ما نسعى إليه إن شاء الله قدرة كبيرة تسخر بها الجزائر لتحسين تنافسيتها وبنية الاقتصاد الوطني كيف لا وقالها رئيس تبون أننا على وشك تحقيق الاستقلال الغذائي شاعر أننا ما نشبعه بزاق على الاستقلال الغذائي نتعنا ما نشبعه شكرا 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 شكرا